أسئلة عدة شغلت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الأخيرين كيف تقام دولة جديدة على حدود دولتك أو على حدود دولة مجاورة لك بين يوم وليلة وأين ستقام تلك الدولة؟ هل يوجد بقع في الوطن العربي أو بقعة أرض فيه غير تابعة لأي دولة عربية؟ يبدو أن الساعين لقيام تلك الدولة وجدوا المكان المناسب لدولتهم فالمكان يقع على الحدود بين مصر والسودان والتي رسمت في عام 1899 في اتفاقية بين مصر وبريطانيا أنذاك تفصل الحدود بينها بخط عرض هو خط 22 مما يجعل الحدود خطا مستقيما تتمسك مصر بتلك الاتفاقية وهي أن كل المنطقة شمال خط العرض 22 تابع للأراضي المصرية ومن ضمنها مثلث حلايب وشلتين أما بالنسبة للسودان فتتمسك بالاتفاقية بعد تعديلاتها وكانت التعديلات في عام 1902 والتي بمجيبها يقع مثلث حلايب وشلتين ضمن حدود السودان وهذا المثلث الصغير يسمى بئر طويل وهذا البئر طويل ضمن حدود مصر وهناك محل الخلاف حول الإقليم الواقع حاليا تحت السيادة المصرية رغم النزاع بين الدولتين القائم على مثلث حلايب وشلتين إلا أن المكان الصغير الملاسق هنا للمثلث لا تريده أي من الدولتين فاختير ليكون دولة جديدة تسمى مملكة الجبل الأصفر هذه المنطقة تبلغ مساحتها 2060 كم مربع أي بحجم إمارة مونكو ادعت هذه السيدة واسمها دكتورة نادرة ناصيف عن قيام المملكة ونصبت نفسها رئيسة لوزرائها دكتورة نادرة لبنانية حاصلة على عدد من الشهادات العليا من الولايات المتحدة وإنشأت مركزا متخصصا بالتعليم والاستشارات بحسب تصريحاتها في إحدى اللقاءات الصحفية وهذا هو علام الدولة التي أعلنتها أخضر اللون يحمل البسملة وفي المنتصف هناك دائرة وبها نخلة في إشارة ربما لخلو هذه المنطقة من الموارد الطبيعية بخلاف النخيل والمياه من خلال ما أسمته مؤتمر أوديسة بأوكرانيا والتي لم تعلن عن أسماء المشاركين به نشرت الدكتورة نادرة ناصيف إعلان قيام دولتها المزعومة ولكن من دون ذكر اسم الملك أو الملكة أقول كلماتي هذه باسم صاحب السمو الملكي ملك مملكة الجبل الأصفر وباسمي نحن رئيس مجلس وزراء مملكة الجبل الأصفر الدكتورة نادرة عواد ناصيف أشكر متابعتكم لنا في هذا اليوم التاريخي الذي لا طالما انتظرتموه يوم الخامس من سبتمبر لألفين وتسعة عشر يوم إعلان ولادة مملكة الجبل الأصفر من مدينة أوديسة العريقة في أوكرانيا وذكرت الدكتورة نادرة السبب وراء قيام هذه الدولة مؤكدة أن مملكتها مملكة ذات هدف إنساني سامن إن مملكة الجبل الأصفر ستكون دولة نموذجية بجميع تفاصيلها أقول ذلك لأن قضيتنا في مملكة الجبل الأصفر هي لوضع حل للواقع المذري الذي يرزح تحته كل طفل كل مسن وكل امرأة ورجل أجبروا على النزوح أو التهجير أم كتم قيدهم بسبب الحروب إن إعلان مملكة الجبل الأصفر وتحسينها ضرورة ملحة لأنها باختصار هي الحل لهذه الأزمة وعبر قناة خاصة للمملكة على يوتيوب نشر هذا الفيديو التعريفي للدولة الجديدة والتي تدعي قيامها وفقا للقوانين الدولية ستفتح المملكة باب استقبال طلبات الجنسية قريبا وسيفتاح للمواطنين الجدد الانتقال للعيش بها في نهاية 2020 وبحسب الفيديو سيتم وضع دستور يستند إلى الشريعة الإسلامية ومقتبس من دستور اليابان والسعودية وسنجافورة والسويد والكويت والإمارات ويمول المشروع من قبل بعض العرب المهتمين بتوفير أماكن للنازحين واللاجئين تم فتح العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي للمملكة وحساب لوزارة خارجيتها أيضا على تويتر وهناك موقع إلكتروني أيضا على الإنترنت للحكومة ووزارة الخارجية ولكنهما قيد الإنشاء الآن سيكونان متاحين قريبا حسب الموقع فلنأتي إلى التغريدات رجواي تقول هذه مهلكة وليست مملكة هي عبارة عن مخيم كبير للاجئين والفلسطينيين خصوصا يعتاشوا على مساعدات الدول والأخرى لأن موارد المملكة المزعومة معدومة وهي جزء من مشروع إسرائيل التوسعي بالنسبة لهذه التغريدة فأتت من عمر يقول أرشح نفسي وزير للترفيه عندكم أما بالنسبة لتغريدة أخرى من السيفس يقول سكروا أبواب الفساد من الآن الشامخ يقول الأفضل تعيش الملكة والملك بلاش سكان آخرين ومشاكل أخرى وبكذا تبتعدوا عن الفساد وحتى من الدخول في مهاترات مع دول الأخرى نتمنى لكم العيش بسلام في مملكة الجبل الأصفر الدكتورة نادرة ليست أول من يعلن قيام دولته في منطقة بئر طويل أو الجبل الأصفر فقد قام جيروماي هيتن من بيرجينيا في عام 2016 بإعلان مملكته في نفس المنطقة عبر فصفحته على الفيسبوك تلبية لطلبة من ابنته الصغيرة التي ترغب في أن تكون أميرة وأسماها مملكة شمال السودان في عام 2017 هندي اسمه سوياش ديكسيت وأعلن قيام مملكة ديكسيت وعين والده ملكا عليها وادع الناس لتقديم طلبات الجنسية في مملكته ينضم إليه عبر خدمة سكايب من باريس الخبير في العلاقات الدولية والشؤون السياسية ناصر زهير أستاذ ناصر زهير مرحبا بك ما هي الإمكانية القانونية لقيام مثل هذه الدولة؟ نعم أهلا بكم من حيث القانون الدولي لا مانع من قيام هذه الدولة الآن إذا توفرت شروط أساسية وهي الأرض الشعب السيادة الاعتراف الدولي في هذا الوقت لا أعتقد بأن هناك ميكانية لقيام هذه الدولة لأن الشرط الحكومة ذات سيادة والاعتراف الدولي غير موجود الآن ولا أتوقع بأنه سيكون موجود هذه التحركات هي تحركات فقط إعلامية وهي تحركات لكسب الشهرة أعتقد من هذه السيدة ولكن هي كانت أقوى من التحركات السابقة اللافت هنا بأنها أتت في وقت يبحث فيه العالم عن أماكن للاجئين للنازحين عن أوطان بديلة بالتالي هذا الزخم الإعلامي وهذه التحركات ربما تعطي فكرة لبعض الساعين إلى إيجاد أماكن بديلة للاجئين قد تكون موجودة ولكن من حيث القانون دولي لا يمكن طيب إذا افترضنا نتحدث قانونياً لو كان هناك منطقة متنازع عليها ولا أحد يدعي ملكية هذه المنطقة هل يمكن إقامة دولة عليها مثلاً من قبل أي شخص أو مجموعة من السكان؟ نعم بالتأكيد يمكن أن تتقيام دولة إذا كانت هذه الأرض غير متنازع عليها ولا صاحبة لها هذا المصطلح اختراته إسبانيا والبرتغال في أيام الاستعمار بمصطلح الأقاليم أو الأرخبيل من دون صاحب والتي يمكن أن يكون هناك إنشاء دولة عليها إذا ما توفرت الشروط الأربعة وهي الشعب الحكومة لاعتراف الدولي والأرض بالتالي يمكن من حيث المبدأ ولكن من حيث التنفيذ أعتقد بأنه صعب جداً طيب دعني أسألك عن هذه المنطقة التي تسميها السيدة منطقة الجبل الأصفر هل هذه المنطقة منطقة بلا صاحب لا أحد يملكها؟ لا لحد هذه اللحظة لا أحد يملكها لأن هذه المنطقة لا تعترف بالسلطة عليها لا السودان ولا مصر لأن هناك اتفاقية عام 1899 التي تضع حلايب والشلاتين تحت السيادة المصرية وهذه المنطقة تحت السيادة السودانية بالعكس تعديل 1902 يضع حلايب والشلاتين السودانية وهذه المنطقة تحت الأراضي المصرية بالتالي اعتراف أي دولة منهم يلغي سيادتها على حلايب والشلاتين الدكتور ناصر زهير الخبير في العلاقات الدولية شكراً جزيلاً لك ترجمة نانسي قنقر